السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام تمنى تكونوا بخير ولا خير وأحوال طيبة قبل البداية نتمنى أنكم تعاونوا للقناة بالاشتراك والتفاعل للفيديو وأكدت بعد الصحف الإسبانية مساء يوم الأربعة أن برشلونة نجح في حسم صفقة اللعب الألماني الكاي غوندوغان الذي سيوقعه في كشفة الفريق في صفقة انتيقى الحر وحسب ما جاء في صحيفة سبورت وموندو دي بورتيبو فإن برشلونة اتفق مع غوندوغان على جميع تفاصيل العقد ولم يتبقى سوى الإعلان رسميا عن الصفقة وتوصل البالغ من عمر تنيوت للسنسانة بالعديد من العروض أبرزها من الدول السعودي كما حاول فريق أرسونة التعاقد معه لكنه اختار في النهاية طمطة في خوضة تجربة جديدة في الدول الإسباني ومن المنتظر أن يوقع عقد يمتد لموسمين مع البارسة مع خير التمديد لموسم ثالث تجدر إشارة إلى أن غوندوغان سينتقل إلى برشلونة في صفقة انتقال حر بحكم انتهاء عقده مع مانشيستر سيتي الإنجليزي في 30 يونيو ألجاري وفق الشابكة ليفيربول إيكو البريطانية يأمل نادي فرونتينا الإيطالي في انتقال لعب وسطه الدول المغرب بسفر المرابد إلى ليفيربول إيجليزي خلال فترة الانتقال الصيفي الحالي وحسب الشابكة البريطانية فرونتينا يأمل في أن يعود ليفيربول بقوة في سبق توقيع مع أمراض لكي يتنافس على صفقة مع الأندية الراغبة في ضمه مثل بارسلونة واتليتكو مادريد مما يزيد من قيمة بيع اللاعب المغربي وتقدر فرونتينا قيمة صفقة أمراض بنحو 35 مليون أورو لأي نادي يرغب في الهصول على خدمات هذا الصيف ولا يمتلك بارسلونة القدرة على تقديم هذا المبلغ لإتمام الصفقة بينما عرض أتليتكو مادريد مبلغ 25 مليون أورو فقط يذكر أن المربط لديه عقد مع فرونتينا يمتد حتى الصيف عام ٢٠٤٤ ويبقى في جريد أخبار المحترفين المغاربة أيضا فوفقا لصحيفة لكيبلا فرنسية ليوم الأربعة يشهد دول المغربي زكريا أبو خلال اهتمام من قبل أندياس برايتو الإنجليزي وريال بيتسل إسباني بالإضافة إلى باير ليبركوز الألماني وأشرت صحيفة إلا أن نادي تولوز الذي يلعب في صوفيا أبو خلال حاليا يستهدف الحصول على ١٥ مليون أورو كتعويض مقابل أبيع أبو خلال بينما تعتزم الأندية الثلاثة تقديم ورود تسروح ما بين ٢٠٠ مليون أورو وتلقى أبو خلال في وقت سابق عرضا من فريق الميرير إسباني بعدما بصم على مستويات مميزة مع تولوز وأنهى أبو خلال موسم رفقة تولوز في المركز الثلاثة ضمن ترتيب الدولي الفرنسي برسيد ١٤٤ نقطة ونجح النجل المغربي في تسجيل عشرة آداف رفقة تولوز في الدولي وخمسة آداف في مسابقة كأس فرنسا التي توجه بها فريقه وعشت زكري أبو خلال أزمة في الفترة الماضية مع تولوز أدت إلى استبعاده من تداريب الفريق الأول بسبب مزاعم نشرتها شبكة RMSP SPOR الفرنسية بما أن الدول المغربي دخل في مشادات ساخنة مع لرونس أريباجي نائبات عمدة تولوز المسؤول عن الرياضة شهر أبريل الماضي خلال احتفالات فريقه بالفوز بلقى بكأس فرنسا ونبقى في جديد أخبار المحترفين المغاربة وفي سوق الانتقالات الصيفية حيث أكد الصحف الإيطالي المختص في أخبار الانتقالات فبريزي رومانو أن نادي النصر السعودي توصل الاتفاق شفاهي كامل مع الدول المغربي حاكم زياش لعب تلسي لضمه في المركات الصيفي وحسب المصدر نفسه فإن النصر أقنع زياش واللعب وافق على جميع الشروط الشخصية كما حصل الفريق على موافقة تلسي الإنجليزي في انتظار توقيع رسمي ومن المنتظر أن يوقع زياش على عقد يربطه بالنصر حتى يونيو 2016 في حال تمت صفقة وفقا لما أشار إليه رومانو أبر حسابه الرسمي بموقع تويتر وقد أكد أمين عدلي لعب باير ليبركوز الأماني أنه لم يتخذ القرار النهائي في خصوص البلد الذي يمتلوا في مساري الكراوي وأوضح عدي في التصريح لصحيفة الكيب الفرنسية كما قلت سابقا إذ تم اتخاذ قرار بالفعل في هذا الاتجاه كنت سأعلن عنه الكثير من الناس يتحدثون نيابة عني صحيح هناك طلبات كما هو الحال مع معظم اللاعبين مزدوجي الجنسية منذ أن كنا صغارا وقال لكنني كنت أرتدي القميس الأزرق لمدة خمس سنوات وشاركت في حملات تصفية بطولة أوروبا بأكمالها ما زلت شابا وإذا كان هناك قرار سأعلن عنه بنفسي يذكر أن البلغ من 22 سنة يملك الجنسية مزدوجة بمغربية وفرنسية هذا هو سعى المنتخبان للضافر بخدمات اللاعب في نظر حالة مقبلة علما أن عدلي سبق له أن متل المنتخب الفرنسي تحت 21 سنة